السلام عليكم إن شاء الله تكونوا كامل بخير نرحب بكم في قناة هانا كوين ديكوغاسيو ونرحب بكامل المشتركات الجديدة معايا في القناة على و البنات هنا صبحتكم بقهي والله الله مع البسبوسة دات فريمان اكستخابان دارتها ماما ودارت فيها هاد المرة انوات كوكو كيما نحبها انا نحب بزاف لوغو تاع انوات كوكو بزاف يعجبني ولقاطو تاعو ايدي بزاف خفيف الو هنالبنات في هاد الفيديو حبيت نشارك معاكم طريقة صنع هاد البورتباك ولا لكوغ بورتباك دانك ايني بزاف اللي حبو يدو الباك تحو في دي باني يكونو صغر جغ دي بوكس سواء لفهم تحوم تكون في المدور ولا في الكوغ ولا الاسسانسيال الاساس تحوم سواحد مي كل واحدة كيفاش تدير الطريقة ديالها وكل واحدة كيفاش تحب تخدم طريقة العمل تحا لك هنا هنا حبيت نولي لكم هاد طريقة بزاف سهلة و هاد لوغو اللي بنات خدمتو في عشرين دقيقة كملتو سي تخي فاسيل و تاني لبخي تاعو غيزونا بالبارابور لدوتر موديل كما راكم تشوفو جبت هاد العلبة اللي راهم يتباعو انتخى عشر الالف حتى الخمسة عشر الالف دي مغازين يبيعوهم بكان زميل كما تشوفو هنا يا جبت اللي لبخي تاني ديالي جبت البخي تاع الان سنتيمتر خمشي تاع الديو سنتيمتر نسحقو تاني كارتونا نسحقو تاني هاد الفلغ اللي شيتهم بسبعين الالف فيه 72 ورداء الداخل تلقاوهم عند المغازين يتباعو حتى المية وعشرين الالف الباكيات اللي بنات كل محانوت و كيفاش يبيعوهم كاي اللي بيعوهم بسبعين خمسة وسبعين كاي اللي بيعوهم حتى الـ 120 ميل كان دي مغازين اللي زعمة دي غروسيست بالصح كي تروحو عندهم تلقاو هاد الفلغ بزاف بزاف غاليين سلتو كوفاقو لهم باللي ناس يتخدم بيهم لزاطاش يشبحوا بيهم في ليرباني شبحوا فيهم بدراجي كاي اللي بنات حكمت هاداك البنج ديالي ها لسا قطو كي ما شفتوني مخيطتوش مددتوش جكع الخياطة لسا قطو هاداك البنج حكمت كيلت هنية القاطفة ديالي على حساب القلب ديالي ودرت لباس ديالو اللي كنتو شفتوني رسمتها في الكارتونة وغلفتها ودرت لتالي الكوردون وجبت هنية دي شوت تاع الإبانج وقطعتهم غير عشوائي هكي الشكل تاع قلب ولسقط 3 طبقات تاع الإبانج تاع 2 سنتيمات خلبنات تحبو تلسقو غير زوج طبقات وعندكم دي فلغ كبار تحبو تلسقو تلسط طبقات تحبو ديروا طبقات تاع الإبانج تاع 1 سنتيمات تخدمو موش كايمة وفر عندكم في الدار تحبو مدل ما متجيبو هذه الموش اللي تتباع عند الفلوري سمي انا هذيك خدمت دياجا بها من قبل وكي تقس القماش رايحات تاعشيه لكم على قد تقس تخدمو ديراكتمان بالإبانج حكمت داء تقطعت قماش في الوسط باش يبقى يبال البيض ما يبقى والإبانج وليسقط هذوك هذوك الفلور ديالي ووزيت لهم هكذا يعقيقشات وهو بيسكي للاكوامنت هذي تابعة التباق تالحنا اللي كنت بريته لكم من قبل قلت لكم باللي خدمته كام موديل برك ونحطه ان شاء الله البناتكي حطيتو واحد عجبها وجدت داتو وهي لازالت تكماندت هاد لوكو على حسابو الوغجتي اوبليجي باش نزيد لها هاداك الستخاص باش يبن حاجة لراهي اصورتي مع هاداك الوهباني البرية التاعو لبنات هنا يحسب لها 1500 دينار يقدر يروح البرية التاعو حتى ال 2000 دينار لبنات على حساب انتوما وخدمتكم انتوما والموديل اللي يدرتوه ولو تقدروا ممتشروا هادوك الفلاغ الكبار كيمال يراهو في الموديل الغوج هاد الموديل الغوج هانايا خدمتو ماشي بالنفس طريقة دلتو لداخل لاموس لي رايتبان شوية انفر لاموس لخدمتها شوية التاعب ولازم يعني تقيسي سوا سوا منشي تقطع غيرها كعشوائي وديره ومام الورد لاكول ما تشتش فغيما فهاديك لاموس سوف نديروه بهذا كليبانج بالطريقة اللي وريتها لكم هنا سيجست وريت لكم هاد دي دو موديل بالورد الكبير اللي يتبع 3000 الوردة تتبع انتج ب 15 ميل فيها 5 وردات ووريت لكم بهذا الورد الصغير هكذا يستعمل لكم بالورد الكبير يستعمل كتر من بالورد الصغير مالغة يتشوفون انتوما بالي بالورد الصغير انا استعملنا كتر استعملت 4 بوكي استعملت 2 في البلان وزوج في البلان كاسي دفتهم هكذا دي دو في الكور باسكو كليانتوا فهاد لادو الكولور يكون ميلنجوه entre البلان و البلان كاسي و كيماراكم تشوفون جا بزاف شباب دو كيهن ينمال من دلو ايه بَوات تخصبار انتج بانو خير او خير وعلي بها خليت لها غير اسباس صغير واربرق اللابوت لغلبنت هادا تقدروا تستعمله كمشروع مشروع مربح اللي ما فيهش بزاف سلعة ركوشفتوا فيه غير اللابوت هادا كون بلاستيك فيه الفلوغ فيه شوبيته القاطفة القاطفة تقدروا تدبرو معنك شوحدة لي تمدلكم ديشوت كيما أنا قلتلكم كيبقى ولي ديشوت هاكدك اللي ما نخدم بيهم ولو نمدهم اللي يسحقوهم كالي يخدموا بيهم شوشوات كالي يخدموا بيهم سافونات كوحدة مش دير بيهم كي يديروا بيهم دي بوخص صغر يديروا بيهم كموسة الحنة اللي ما عليش نعملوا بعضانا اوليو ما وحده تروح عند الحانة وبالك ما يبيع لهاش ديفيرونت كولا غربعميترة ولا نصف مترة انتي ليشوت التوعيك مكي حد يلي بيهم ولو مدهم الوحد اخرى رايحات تستفد بيهم وانتي هي كما قال ربي رزقك من جيهة واحد اخرى اللي هنا لبناء الثاني حبيت نشارك معكم لاغو سلسعة الكيش بزاف سهل قدرتها حتى ستونسعة الليل بالخفء وكملتها لو دلت هنا تلت كيلة سلسعة غير مع ملعقة تاع اكل السكر مع ملعقة صغيرة تاع الملح ونصف مغير فاتع خميرة دهت شوية بركة الخميرة بسكو هنا يلاكيش تاعي لازم تجيني شوية مذكرة كي من قولوه لا تجيش معجنة وحنا اللي بنات اللي دام ديالي دوبت شوية سبل بعا شوية تعلها مقا غير وبس تلهاش الزيت بسكو لكي الكيلة كالس عبرت لي سيبون إلا انتوما ما بحبيدوش تديرو بزاف سبلو لبرقارين تقدروا تديرو نصف الملنج تاسبن ومرقارين وتكملوا نصف الاخر بسديت ثاني راي حاجيكم مليحة لو هنا يحكمتها البنات تحكموا مليح هذيك لفاغين مع اللي دام هنا اللي كان كان فريمون صغير للكمية اللي درتها أنا بس كنت حبا ندير كمية لبأس بها بلا كيش بشي غير صليوة وحدة لو هنا قلبتها في الصحفة باش حكيت هذيك اللابات التاعي الفارينة مع اللي داب لازم تحكوها بتخيط خبية باش يدخل كامل اللي داب في هذيك لفاغين باش طبوها بالماء لو هنا كيما راكم تشوفو بعد ما مليح حكيت هذيك الفارينة هنا نجوب باش نلموها بالماء لو هنا لبنات لما نقولوا يدخلكم تقريبا تقريبا شوية فهي تقر نصف كيلة اللي كيلتو بيها في الأول الماء سوف ترفضلكم الكيلة كامل باسكوها تجا راهي بلي دم لو سوف تضيفوها غير شوية ما تخلوها شي بسا باسكوها بخلافة غير متحكم رايحة تزيد تشرب لكم هذيك اللي ماء لو انتم تجروها شوية بركز زيادة لو طولي تخلوها تريح في الفريجيدا الولابرة على حساب الجو عندكم رايحين تلقوها هذيك هو شربة الماء هذيك لي شوية زيادة لو هنا لبنات هنا انكملت طميت لابات ديالي و رحت باش نوجد هذي لابا غي لو هنا لبنات سحقيت خمسة حبات تاع البيض و نقولوا واحد تلت كيسان تاع الحليب و نسحقوا تاني خمس ملايق تاع الفارينة خمس مغارف تاع فارينة و شوية في الفلكحل و شوية تاع الملح هنا لبنات قليت البصل ديالي وحده و قليت السلق ديالي وحده ودبلته أبقى صفيتهم في زوج باش ما يفقانيش بزاف الماء في هذيك الفارس ديالي و خلطتهم هنا كيف كيف تلت الملح في الفلكحل غير شوية برق في البصلة التاعي اللي حبت تزايد فيونداشة ولا تزايد البولة ولا انتوما و اللي حسبوش عندكم فطر و اللي حسبوش حبيتو تديروا لاكيش ديالكم اللي حبت مام ديلها بالطن تديرها هنا يا لبنات لاكيش ديال ما دلت لها اول و اليوم غير السلق و البصل و مي و شنو كترت لها الفخوماج باش تجي فيها البنة منينا هنا يا لبنات حكمت هذيك الابا غاية تاي كيما قلت لكم خمسة حبات بيض خمس ملاعق تاع الفاغين شوية مفلفل كحل و شوية تاع الملح و دلت لها تلت كيسان تاع الحليب و خلطها مليح مليح لابا ستاعي بعد ما ريحت هكذا فتحتها في السنوة جبت هذيك الحشو التاعي ست فتو شوية دلت لفخوماج بلان و نجي نضيف هذي كلابا غاية ديالي نضيف في السنوة ماشي مشوت تعمرها حتى الفوق باس كو ديلو في بلكم بلي هي رايحة تنفخ لكم شوية خليوا شوية برك ناقصة على لابات على النيفوت على لابات و زيدوا الجبن مبشور فخوماج رابي من الفوقات ان يكون من نوعية مليحة باش لاكيش تحكم اجي فغاية مبنينا نسخنوا مليح الفوق التاعي باش ندخل السنوة التاعية في الفوق ابخي غير نشوفها اللابات بدأت تحمر في الطرف نشعلها من الفوق باش يضيف حمار هذيك الفورمات و الزيد ثاني تنشف لي هذيك الابا غاية ديالي وهنا لازم ندخلوها تبرد مليح مليح واحد الكنز ميانوط و لافا ميانوط باش الزيد ثاني تشد روحها كمية اللابات بدأت لها هذه السنوة لم يدورها و السنوة واحد اخرى كبيرة و هذا ما زوج صغر و بدأت لها شوية لابات هذا لابات تقدرون ما تديروها في البورة كما أريد لكم لا داني اخفوه شوفوها كيف ترجط طيبة مليح تحتاجت بزاف بنينة و خفيفة ماشي تقيلة خير ما نديرو لها لابا شامل بهذا لابا غاية بزاف خفيفة و ناجحة بيانسور اللي حبت تجربها ان شاء الله الفيديو تاع اليوم يكون عجبكم اللي بنات تكونوا سلافتوا منه و مبقى اللي غير نقولكم تهالله في روحكم و مبقى و الاخير باي باي اشتركوا في القناة